أهلا بيكو أصحابي الحلوين عملين إيه وحشتوني خالص في الحلقة اللي فاتت قلنا إن جد النبي صلى الله عليه وسلم مات وإن النبي صلى الله عليه وسلم اختار إنه هو يعيش مع عمه أبو طالب وقلنا إن في الحلقة بتاعت النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عمه أبو طالب يلا بينا نبدأ أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيملك بيت صغير بيعيش فيه مع أسرته الكبيرة عم أبو طالب كان فرحان بوجود النبي صلى الله عليه وسلم في البيت معاه وأصبح واحد منهم زوجة عمه أبو طالب كانت بتحبه زي أولادها وبتعامله معاملة جميلة جدا وهو كمان كان بيحبها وبيحترمها لأنها كانت قبل ما تأكل أولادها كانت بتأكله هو الأول وكانت بتصرح له شعره قبل ما تصرح شعر أولادها وبالرغم كده أولاد عمه ما كانوش بيغيروا منه ولا حاجة لأن هم كمان كانوا بيحبوه جدا وبيعتبروه أخي ليهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان سعيد جدا في بيت عمه لأن الله عز وجل عوضه عن كل شيء هو فقده يعني عم أبو طالب اهتم بيه وأصبح في مكان أبوه عبد الله وزوجة عمه اهتمت بيه وأصبحت مكان أمه آمنة لما كان عم أبو طالب بيخرج بيروح في أي مكان كان بياخدوا معاه وكان ما بيعودوا على الأكل كان أول حد أبو طالب بيسأل عليه هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن بركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما كان بيأكل معاهم كان الأكل بيكفيهم كلهم وبيجبعوا ولما يكون برا البيت ويأكلوا لوحدهم ما كانوش بيجبعوا قابل حلوين النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل ما كان بيقعد على الأكل كان بيغسل إيده وقبل ما يأكل كان يقول بسم الله ما كانش بينفق في الأكل عشان يبرده لكن كان بيسيبه يبرد شوية وبعدين بيأكل من أمامه وما كانش بيبدأ الأكل غير لما الأكبر منه هم اللي يبدأوا الأول وببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان البيت كله خير وسعادة وفرحة ومرت الأيام وأصبح النبي محمد صلى الله عليه وسلم عنده عشر سنوات ومازال في بيت عمه أبو طالب شاف عمه وهو بيشتغل وبيتعب عشان يأكلهم ويهتم بيهم فكر وقال إنه لازم يشوف طريقة علشان يساعد بها عمه أبو طالب فكر فكرة إنه هو يرعى أغنام مع عمه أبو طالب وبكده وفر المال اللي هيدفعوه للراعي وبكده يكون ساعد عمه في الشغل لكن عمه ما كانش موافق ولا زوجة عمه لأنه هم كانوا خايفين عليه من الشمس والتعب لأنه كان لسه صغير ولكن كلامه الجميل أقنع عمه وزوجة عمه إنه يرعى الغنم وبالفعل صحي الصبح بدري وخرج بالأغنام كان بيخرج بالأغنام ويسيبهم يكلوا ويعود يفكر في شكل السماء والجبال وفي الشمس والأزهار الملونة الجميلة وفي النباتات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها ومن الحاجات الجميلة اللي حصلت النبي صلى الله عليه وسلم إن ربنا سبحانه وتعالى حماه وحفظه من إنه يعبد الأصنام أو حتى يلمسها سيدنا زيد ابن حارسة كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده كان بيحكي ويقول كان فيه أصنام كتير جدا حوالين الكعبة وكان المشركين بيتمسحوا بيها لما يطوفوا حوالين الكعبة وفي يوم من الأيام كنت بطوف حول الكعبة مع مولايا محمد صلى الله عليه وسلم وهو شاب فلما مررت بينهم تمسحت بيه فقال سيدنا محمد لا تمسهوا فقلت في نفسي لأمسنه حتى أنظر ماذا يقول لي فمسحت بيه مرة أخرى عندما مررت بيه فقال النبي محمد ألم تنهى؟ مش أنا قلتلك ما تلمسي الصنم ده تاني عشان دي من أفعال المشركين سيدنا زيد كمل كلامه وقال والذي أكرم محمد وأنزل عليه كتاب ما أمس صنم قط حتى أكرمه الله تعالى بالذي أكرمه وأنزل عليه النجوة وبكده نكون استفدنا من قصة سيدنا زيد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يعبد الأصنام ولم يلمسها ومرت السنين بسرعة وسيدنا محمد في منزل عمه أبو طالب أصبح النبي محمد صلى الله عليه وسلم عنده 12 سنة وفي الوقت ده عمه أبو طالب كان بيجهز علشان هيسافر الشام عشان بيبيع البضايا هناك ونما النبي محمد صلى الله عليه وسلم عرف أن عمه هيسافر زاهل جدا لأنه كان خايف أن عمه هيسيبه وفيدل يبكي ويخفي بكاءه لكن عمه أبو طالب أخد باله أنه بيبكي فسأله أنت بتبكي ليه فسيدنا محمد أخفض رأسه ومسح عينه وقال له أن أنت كمان هتسيبني عمه أبو طالب اتأثر جدا ومقدرش يسيبه ويسافر وقال له جهز نفسك يا محمد علشان هتسافر معي ولما أعمام النبي صلى الله عليه وسلم عرفه أنه هو هيسافر معاه رفضوا وقالوا أن الصفر طويل والطريق خطر وممكن محمد يمرد في الطريق لكن عمه أبو طالب رفض وقال أنه لازم ياخد محمد معاه في الصفر ده وبالفعل سافر مع عمه أبو طالب وفي الطريق كانت حرارة الشمس جديدة جدا لكن ببركة وجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم حاجة جميلة جدا حصلت والأطفال الحلوين اللي بيتابعونا لو يفتكروا أن الحاجة دي حصلت قبل كده وهو عند حليمة السعادية جات سحابة وظللته وبرده في الصفر ده جات سحابة جميلة حامته من أشعة الشمس وكمان كان فيه سحابة صغيرة فوق الجمل اللي عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصفر بدل مكان صعب وشاك أصبح سهل جدا على القافلة كلها ببركة وجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم معهم وهم في الطريق حصلت حاجة عظيمة جدا جدا ودي هنعرفها في الحلقة الجاية إن شاء الله باي باي أصحابي هتوحشوني